وقبيل الاستفعالين فقد ترأس فخامة رئيسي جمهورية دريس ديبيتنون صباح اليوم بقصر الخامس عشر من يناير مناسبة الدخول الرسمي لانشاطات المحكمة العليا يام الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر فذلك بحضور رئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية ومسيلي الهيئات الدولية تقرير أحمد خامس جمع مشاركة القاضي في مكافحة الإرهاب تحت هذا الموضوع انطلقت حيثيات الدورة الجديدة للعام الفين وثمانية عشر تخلل الحفل العديد من الكلمات أولاها عرض حصيلة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور حيث سرد خلالها أنشطة المحكمة في العام الماضي مؤكدا بأنها استطاعت البت في العديد من القضايا مع إيجاد الحلول لها مشيدا بدور رئيس الجمهورية وجهوده الجبارة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي الرامية إلى التدخل في حل الصراعات والانتهاكات وإرجاع الحقوق إلى مستهقها وكذا وضع حد لكل من هو من شأنه المساس بأمن واستقرار المنطقة كما أشار إلى الإدرابات المتكررة لعمال القضاء لأجل المطالبة بحقوقهم داعيا القضاء النظر في الحالة المالية التي تمر بها البلاد كما أشاد بدور قوات الأمن والدفاع للحفاظ على المكتسبات النبيلة للوطن والمواطنين كما انتهز الفرصة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور وقدم الشكر لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجهوده وسياسته الحكيمة التي ساهمت في إنجاح فعاليات الطاولة المستديرة للخقدة الوطنية للتنمية لأجل جلب المستثمرين إلى البلاد الأمر الذي بلا شك سيلعب دورا كبيرا في تنمية البلاد من ثم قدم المستشار كولماجي ميراري محاضرة بعنوان مشاركة القاضي في مكافهة الإرهاب وقد كانت شات أيضا ضحية هذا العدوان الغاشم حيث ضرب الإرهاب أسواق العاصمة وبعض الأحياء إزاء هذه الحالة يتطلب من الجميع تضافر الجهود بين الدول على المستوى العالمي بغية الحد من انتشار آفة الإرهاب مضيفا أن للإرهاب أساليب متنوعة في زرع الخوف والدمار بين الشعوب كما له مصادر عديدة في التمويل يجب على الدول المراقبة الجادة في الحدود ووضع عقوبة رادعة لهذا الإرهاب كما عرض المدعي العام لدى المحكمة العليا إثمان سليمان هارون خطة عمل لاسترجاع الحقوق في البدء قدم التهاني لفخامته والأمة الشادية بانتهاء العام الميلادي متمنيا الإزدهار والتقدم للبلاد في العام القادم كما تضرق إلى حالة الإضراب التي شهدتها الساحة القضائية مطالبا القضاء العمل على تكثيف جهودهم من أجل الوحدة الوطنية ويجب الحفاظ على الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد وطلب من السلطات توفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية الإجراءات القضائية بمهنية تامة كما سرد العديد من المسائل القضائية والقانونية التي وجد القضاء حلولا لها ذلك في مختلف أقاليم البلاد مضيفا أن هناك قضايا عرضت بشكل إجمالي بلغت تسعة آشر ألف وستمية وثلاثة وثمانين حالة التي تم تسجيلها وعولج منها عشرة آلاف ومائتين واثنين وثمانين حالة أي ما يعادل اثنين وخمسين فاصل ثلاثة وعشرين في المئة ملفة تم دراسته وبعده أعلن رئيس المحكمة العلية سمير آدم النور الدخول الرسمي للعام القضائي الفين وثمانية عشر وانتهاء العام القضائي الفين وسبعة عشر